اعرب الدكتور ناصر قائد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عن فخره بالإنجاز الخليجي الجديد لقطاع السياحة في مملكة البحرين والذي يكلل سلسلة من النجاحات السياحية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي جاء ذلك بمناسبة اختيار المنام عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2024 وذلك خلال الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون وأكد قائدي أن المملكة وضعت قطاع السياحة في مقدمة أولوياتها التنموية نظرا لدوره في دفع مسيرة التنمية المستدامة مع مضاعفة حجم الاستثمار في البنية التحتية السياحية وتطوير الخدمات السياحية وإقامة المزيد من المنشآت السياحية النوعية لاستقطاب المزيد من السواح من مختلف أرجاء العالم مشددا على مواصلة التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياحة للفترة من 2022 إلى 2026 مشيرا إلى أطلاق جملة من المشروعات السياحية النوعية من الباقات السياحية الخاصة لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لاستقطاب المزيد من الزوار عبر جميع المنافذ مشاهده مواصلة